السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع يوم مش أول يوم رمضان لكن أنا عشان الفيديو بطلعه طلعته بتأخري شوي فكل عام وأنتم إلى الله أقرب كل عام وأنتم بخير كل عام وإن شاء الله إحنا مع بعض إيد وحدة وإن شاء الله ديش حكي السنة اللي جاي إن شاء الله الأيام القادمة نشوف وقف للحرب في غزة إن شاء الله يعني عينينا تفرح وقلوبنا تفرح إنه بطل أهلنا هناك يعانوا يلاقوا الأكل يلاقوا إنه مكان يناموا فيه ما يسمعوش قصف طيارات يقدر يصلوا الترويح براحتهم الله يصبرهم فعلا هو يعني هذا إذا عشنا سنين طويلة ورجعنا تذكرنا هاي الحرب وهذا الموقف موقف مغزي للأسف يعني إحنا 53 دول أو 57 دولة مسلمة وعربية ما قدرنا نمنع قتل أهلنا في فلسطين بغض النظر عن الاختلاف السياسي الاختلاف الديني أي اختلاف ممكن تسميه إحنا دول عربي وأسلامية وهاي فلسطين إلنا أهلنا إخواننا ما قدرنا نوقف الحرب أنا بحكي عن الشعوب أنا بحكي عن اللي بإيده القرار الله المستعد شاومي تعلن عن تابلت قوي الشاومي باد 6S برو يأتي هذا تابلت بشاشة 12.4 إنش LCD بدقة عالية 3040x2032 بيكسل والتردد لهذه الشاشة 144 هرتز وسطوع الشاشة 900 نتس أنا بعرف أنكم تتمنوا تكون OLED كلنا منحب الأولد بس أعتقد عشان يمكنوا يحطوها بفئة سعرية أقل نوعا ما من المنافسين بيحطوا هيك شاشة بتردد عالي نظام أندرويد 14 وحيكون عليها الهايبر أس إن شاء الله يوصل للهايبر أس أقدر أجربه ويعطينا تجربة أحسن من المتعاودين ومن شاومي في عنده ميزة غريبة هذا التابلت إنه ممكن تشبكه مع سيارة شاومي الأس يو 7 وصير شاشة تاب على السيارة حاطين كونيكترز في هاي التابلت لهذا الموضوع فلازم تشتري السيارة شاومي عشان تستفيد على أغلب حقها مش أقل من 45 ألف دولار المعالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني يعني رح تأخذ أداء عالي جدا هون بهذا التابلت والرام ممكن توصل ل 16 جيجا بايت رام ويوسعها ل 1 تيرا بايت والبطارية كمان ممتازة 10 ألاف ميلي أمبير اللي فرحني أكثر إنه الشحن السريع هون 120 واط يعني فعليا بلش ينقلوا المواصفات العالية بالهاتف للتابلت صاروا فيه اهتمام أكبر للتابلت السعر في الصين بصراحة كان يعني مغري نوعا ما 420 دولار أو 420 يورو لكن السعر خلو لهيك مواصفات شو رأيك بيك تابلت هاتف هواوي البوكت 2 تم الإعلان عنه في الصين والمعلوم عن هذا الهاتف إنه يحمل أربع كاميرات مش كاميرتين مع أنه هاتف صغير مفروض يعني مفروض أن يحمل أقل كاميرات الشاشة لما تكون مفتوحة 6.4% إنش OLED بتردد 120 هرتز والشاشة الدائرية اللي بالخلف 1.15 إنش برضو OLED يعني أنا شوف الجهاز أكيد فخم ولكن ما أعطناش الشاشة الكبيرة اللي بالخلف بحيث أنه ينافس المنافسين هاي أول نقطة والنقطة الثانية بتعرفه موضوع رامج جوجل فما بعرف كيف حينافس هاي الحينافس على الكاميرات والفخامة ولا إيش يعني حتى المعالج ما أعلنوا شو المعالج ولكن يعتقد إنه الكرين 9000S نرجع للكاميرا الأساسية 50 ميجابيكسل بفتحة F1.6 مع Optical Image Stabilization الكاميرا العريضة 12 ميجابيكسل كاميرا 8 ميجابيكسل هاي تليفوتو للزوم رح تعطينا 3X زوم وعندها OIS وفي كاميرا رابعة هي اسمها كاميرا بس أنا بعتقد إنه حساس 2 ميجابيكسل هي اسمها Hyper Spectral Camera هاي بتقيس أشعة الشمس أو أشعة الـ UV مش عارفة هتكون أصل مهمة ولا لا على أغلب لا وعندها هذا القدرة على الاتصال بالأقبار الصناعية طبعا بقمر بايدو اللي في الصين فقط حاليا البطارية 4520 ميلا أمبير والشحن اللي سلكي 40 واط والشحن السلكي 66 واط سعره ببلش في الصين بـ 1050 دولار شو رأيك؟ وأخيرا تيكنو تقدم هاتف متوسط بس مركز كثير على الكاميرات تيكنو كامون 30 بريمير 5G موجود في هذا الهاتف شريحة مخصصة من سوني لمعالجة الصور فهذا الأبغريد اللي هو جديد بهاتف من تيكنو متوسط اسم الشريحة Polar Ace Imaging System يعني هو وجودها إشي جديد لكن أتوقع فيفو عملة شريحة خاصة بالأجهزة العليا بس للإيماجينج سيستم لكن هذا الهاتف مش فئة عليا متوسطة من ضمن الأشياء اللي ممكن تسويها هاي الشريحة إنها تشيل النويز من الفيديو 4K رح نشوف خاصية الفور كي أولترا نايت بهذا الجهاز يعني بدأتصور فيديو 4K وبالليل وكونوا نضيف تحدي كويس والله الكاميرا الأساسية 50 ميجابيكسل والحساس من سوني الـ IMX 890 وهذا حساس ممتاز أعتقد شفناه بالفلاكشب تبع أوبو من سنة أو سنتين حجم الحساس واحد على 1.6% إنش وعنده Optical Image Stabilization وفيه عدسة 50 ميجابيكسل بيريسكوب للزوم وكاميرا 50 ميجابيكسل أولترا وايد المعالج Diamond 6800 أولترا والشاشة 6.77% إنش OLED LTPO بتردد 120 هرتز وفيه كمان كاميرا أمامية 50 ميجابيكسل أربع كاميرات 50 ميجابيكسل بهاتف المفروض من الفئة المتوسطة البطارية 5000 ميلا أمبير والشحن السريع 70 واط السعر غير معروف حاليا وأخيرا تسريبات لهاتف فلاكشب من موتورولا موتورولا عندها هواتف متوسطة وأقل من متوسطة كثيرة جدا لكن يمكن السوق اللي بتختاره غير سوقنا حاليا فيه تسريب لهاتف الفلاكشب من موتورولا وهو الموتو H50 برو حيكون فيه ألوان أسود وبربل من الجلد وحيكون فيه عندنا كمان لون أبيض ولون سيلفر ولون حجري ستون بس مش جلد الشاشة منحنية الأطراف 6.7 إنش OLED بتردد 165 هرتز المعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث البطارية 4500 شحن سريع 125 واط شحن لسلكي 50 واط التسريب ما حكى عن الكاميرات وأنا يمكن أهم قسم عندي الكاميرات عشان أقدر يعني أقارنه بالفلاكشب الماضي بدل نستنى كمان شوي قريبا جدا جدا يعني خلال أيام سيتم الإعلان الرسمي عن هاتف من Honor هو فلاكشب بس أعتقد هذا من التسريبات اللي شفتها والصور هو الأفخم والأقوى من Honor وبالذات ركز لي على الفخامة اسمه الماجيك ستة الألتمت والصورة تسربت والشكل فخم فشخ على قولت أهلنا في مصر لون أسود واللون بنفسجي من الجلد ورح يحمل معالج سناب دراجون ثماني الجيل الثالث الساعات إما 512 أو 1 تيرابايت والرام رح توصل لـ 16 جيجابايت الشاشة 6.8 إنش OLED LTPO أكيد يعني الكاميرا الأساسية رح تحمل معالج جديد واحد إنش هوه لكنه جديد وهذا الحساس من OmniVision واسم الحساس OV50K والكاميرا 50 ميجابيكسل رح يكون عندها فتحة متغيرة من F1.4 إلى F2 هذا الحساس متوقع جدا إنه يكون عنده قوة في الـ Dynamic Range فلذلك حنشوف سيطرة على الإنارة اللي داخلي ممتازة جدا في صورة بتوضح هذا الموضوع وهذا بصراحة نقطة جدا مهمة لأنه Dynamic Range إذا التليفون ما عارف يهندله ما بتاخد صورة حلوة البطارية 5600 الشحن السريع 80 واط والشحن اللي سلكي 66 واط ولسه ما في سعر متوقع لهذا الجهاز أنا خايف إنه يطلع الجهاز بسعر 1600 دولار ولا 2000 دولار لأنه Ultimate Edition تسريبات عن هاتف OnePlus Ace 3V بفرض هذا هاتف متوسط أهم تسريب عن هذا الهاتف إنه رح يحمل معالج Snapdragon 7 الجيل الثالث أول هاتف في العالم رح يحمل هذا المعالج حتى مش سبعة يا إخوانا أنا أسف سبعة بلص فيه تسريب لفحص الـ Geekbench لهذا المعالج لهذا الهاتف جاب بالـ Single Core 1848 نقطة وبالـ Multi-Core جاب 5007 نقاط البطارية رح تكون 5500 ميلي أمبير والشحن سريع حيكون 100 واط والشاشة حتكون OLED دقة 1.5K إذا هذا الهاتف أدى بسعر قوي فحيكون هاتف من الفئة المتوسطة العليا القوية بصراحة أنا متحمس له وأخيرا تم الإعلان الرسمي عن هاتف الجالكسي الـ A55 اللي بدي يحل محل الـ A54 اللي هو المفروض أفضل هاتف متوسط بتقدمه السامسونج لكن التغييرات يا إخوان للأسف مش كبيرة خلينا أحكي لكم بعض الشغلات التصميم نفس التصميم تقريبا الشاشة 6.6 إنش بدل 6.4 إنش نفس شاشة سامسونج اللي بنعرفها بتردد 120 هرتز عندها حماية Corning Gorilla Glass Victus Plus بدل Corning Gorilla Glass 5 هذا تجديد أما المعالج سيكون Exynos 1480 بدل Exynos 1380 اللي هم مبنيين بنفس المعمارية والتردد يعني صار أكبر شوي فهل حنشوف يعني تفرق بالأداء أنا بعتقد أنه ما رح نشوف فرق كبير بالنسبة للكاميرات نفس الكاميرات والأساسية 50 ميجابيكسل والحساس نفسه واحد على واحد فاصل 6.56 إنش نفس السماعات نفس البصمة ونفس البطارية 5000 مع نفس الشاحن السريعي 25 واط والسعر رح يبدأ 480 يورو أو دولار ففعليا إخوان مش حاسس إشي بيحمسني جديد في هذا الجهاز بالمرة تابلت مخصص للألعاب من لينوفو أطلق العام الماضي بس كان للصين وحاليا تم إطلاقه عالميا ورح يوصل أوساقنا إلى الميدل إيست أو الشرق الأوسط قريبا إن شاء الله بدي أذكركم فيه هو لينوفو ليجين واي 700 هذا فعليا تابلت للألعاب لمعشاق الألعاب لأنه حيعطيك أداء عالي عنده شاشة 8.8 إنش LCD بيتردد 144 هرتز بدقة 1600 في 2560 بيكسل يدعم Dolby Vision ويدعم HDR 10 كنت حابب لو كان OLED بس هو مش OLED المعالج Snapdragon 8 Plus LG للأول صحيح قديم لكنه لا يزال معالج فئة أعليا وقوي والساعات ممكن توقع 256 أو 512 والرام 10 جيجا رام أو 16 وعنده دعم للمايكرو SD كارد بتقدر تزيد الساعات البطارية 6550 ميلي أمبير والشحن 45 واط وعنده مدخلين USB Type-C واحد للشحن للبيانات واحد عشان تشبك عليه الشاشة خارجية بدعم DisplayPort 1.4 فبتقدر تشبك شاشة أكبر وتستمتع باللعب السعر سيكون 600 دولار هنا السؤال القوي هذا التابلت ولا التابلت شاوميس الباد 6S Pro اللي عنده مواصفات أعلى بكثير ويمكن سعر يكون 500 أو 600 دولار شو رأيكم؟ يعطيكم ألف عافية هذا كان فيديو إخباري بشك في فيديو قادم إلى اللقاء